عفوا لقد نفذ رصيدكم ده لسان حال جماهير النادي الاهلي للاعبتهم النهاردة والرصيد هنا انا اقصد بالرصيد رصيد النقاط لانه الاهلي كان متقدم بفرق شاسع من النقاط عم من يليه في حالة فوزه بالمباريات المؤجلة واذا بالاهلي في المباريات الاخيرة لم يفوز تقريبا يعني فاز على امبي فاز على غزل المحلة وتعادلات وهزاء هزيمة من سموحها 3-2 بعد ما كمت اخر 3-0 تعادل مع الجونة اللي بنحييين قلهم برافو عليكم عملتوا ماتش هاي القدر امكاناتكم استطعت التعادل مع النادي الاهلي تعادل مع سيراميكا تعادل مع طلاع الجيش تعادل مع البنك الاهلي وهزيمة من قبلها مع النادي المصري لما بتحسب عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي فيها الاسابيع الاخيرة 14 نقطة ما كانش بيفقدهم في الدور العام كله مع بداية النادي الاهلي اللي كانت رائعة في الدور السنة دي كانت جمالي الاهلي بتقولك لا خلاص السنة دي بقى لا احنا تعلمنا من درس السنة اللي فاتت والفرقة تعلمت لكنه خلاص ما حدش هيقدر يحصلنا يعني بس اللي بيحصل في الملاعب غير كده الحقيقة ما شوفتش فرقة بتضيع فرص سهلة زي اللي بيضيعها النادي الاهلي وفرص اللي هي ايه؟ صلاح محسن هو الجون محمد شريف هو الجون ضربة حرة على بعد تمني يرضى تتحط في المدرجات وحاجات غريبة جدا يعني انتبه المباراة وقفة كده او قفلة فقوم جاي مسلا ايه؟ تتفتح بحاجة زي دي لعبة مثلا زي بتاعت صلاح محسن او اه هنجيب لك فرص الاهلي بالكامل يعني اه مثلا دي مش هحسبها فرصة لكنه محاولة لكنه انت مسيطر انت مستحوز انت الكرة معاك معظم الوقت ساكمل السحوز ده لكن ما تحسش انه الروح موجودة يعني يعني حتة الروح القتالية كده بتحس انه حتى الجارية الفاول بص الاهلي جاله كزا فاول ادي فاول من علي معلول فوق العرضة وفاول من افشة فوق العرضة وفاول جوا منطية الجزاء في المدرجات يعني دي حاجات اشباح فرص يعني دي بتبقى شبه فرص شوط الاولاني خمسة اربعين ديها بيدوع تقريبا مسلا من غير ما من غير ما الاهلي هدد المرمى تقريبا يعني حاجات غريبة بتحصل في الكرة يعني ما تفهمش ليه ودي اللعب كله فيه نص ملعب نادي الجونة بص كرة طاهر يعني لو بص على يمين ولا على شماله حيستنى شوية حيفكر حيدوس عليها حيمررها حيلعبها بالعرض حيعمل وان تو يعني حاجات كلها المفروض بسيطة واللجناب مفتوحة والدنيا تمام وميت فل واربعتاشر ودي واحدة عرضية طب دي محتاجة ايه يعني يا حضرك لو عندناها تقريبا محتاجة ايه قيت رفعت سراح محسن خد المكان الحلو جدا وجات له بلا مدايقة ولا اي حاجة محتاجة تترجوه محتاجة انها تبقى في الجول زي الفل وهو راكب وما عندوش مشكلة وفي المكان وعلى خط الستة هتوجه هتوجه فقط لغير يعني بص حضرك اللجناب زي ما انت عايز تقول قول زي ما انت عايز تقول قول ولعب من اليمين ولعب من الشمال واوصل جواه المنطقة واهي تاني فالتشاط كده ليه مثلا حاجات غريبة جدا حاجة دي ممكن لو انت بص افشل فاول في المدرجات الفاول ده فرصة نص فرصة على فكرة الفاول ده نص فرصة ده بيخلص مباراة الضغط في قسط الملعب الكورة التمريرة الوصول يعني تزديدة دي تحسب لمحمد شريف ولكنها سهلة على عماد السيد من الصعبة يعني لو دخلت جون كنا حملنا هالو لكن هتشوف فرص اغرب واعجب من كده وفي توقتات صعبة بص حضراتك اهو على الجناب زي ما تحب زي ما انت عايز تقول قول يلا باشا بص حضرتك يعني ايه انا برجع حالو انا مدافع رجعها تاني رجعها اعماد رجع الفرصة لفات التاني عماد السيد نفسه بيضحك عا بقول لك انا نكونش متخدر ناتيجي بالسهولة دي بص حضرتك خلاص اهو كل الدفنس اتضرب ولا معاك حد وقف الراجل على مهله اختار الزاوية بقى ولو عدت من نعمات كان الباك هيوقفها يا بصالي وقول له خد منتهى الرعونة ومنتهى عدم الاهتمام بص حضرتك بص ساعتك معا حد اهو الراجل عملها له بالدماغ اهو طب انت محتاج ايه شوت بوم بوم فجون هتدخل جون ده الطبيعي جد بص عدد الفرص اللي بتضيع بص حضرتك عدد الفرص اللي بتضيع حتى لو بياخدوها الفرقة تديه لهم تاني بص ما اقفش تزديد بدون تركيز اهدف ضقيعة بالجملة الكرة بتجيلك تاني وتجيلك تالت وترفع رابع وهنا اللي اتنين يخشوا على بعض بعد كده وتخنقوا مع بعض سيبها لي لا انا مش شايفك ماهو ما فيش تفاهم فيش توزيع جيد جوا منطقة الجزاء كل دي فرص خلي بالك كل اه الا دي دي ده خلاص ده يعني ايه اه ربنا بعت لك هداية من عماد السيد يعني الماتش معفل معاك عاما انا فتحتها لك دي شبه بنالتي دي شبه بنالتي دي شبه بنالتي يا جماعة يعني ساكم ان هما وقفين غلط او او لكنه شبه بنالتي ازاي يعني اه انا الحياة مستغرب جدا اه بتلعب عالارض اه بتوصل اه الولد زياد بص زياد عمل دي ازاي جون يا جون بص لمحمد شريف يا جون يا جون يا جون يا جون اه في ايه مدرب يعمل ايه مدرب يعمل ايه يعني خلي حضر لك مكان مدرب انا عدت لك كم فرصة لحد دلوقتي مدرب يعمل ايه يعني في اسهل من كده الولد اهو الولد ماشاء الله طاير وزياد فل وعملها عدت و جات لك لوحدك بخلي بالك يعني في الكورتين بتوع شريف بتوع محمد بتوع صلاح محصن ما حدش ضغط ما حدش ضغط عليهم ده وقف باشا وبوم لا قديها للراجل ما بين رجليه حتى الوقت بدل الضيع اللي جاميري قالي كتترسم فيه خيرا برضو مفيش ما قليه خلاص ايه ايه يعني ايه خلاص يقعد بها بقى اه اعماد وضيع له بها تلاتين ثانية ولا حاجة هو قول بيهم بيلعبوا زي ما هم عايزين زي ما هم عايزين دي فرصة في الاخر خالق دي فرصة هدف على فك دي فرديها الاخيرة من الوقت بدل الضيع دي فرديها الاخيرة ببص حضراتكو وحسام راح كويس اه وجه بقى وخلاص عدت عدت خلاص وجه الامر بسيط خلي بال حضراتكو وبرضو زياد ولد الصغير اللي متنحرر اللي 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 لكنه هنبدل كل شيء نقول على الصغيرين ما بقول صغيرين يا جماعة ده فينسس مكسر الدنيا وعنده اه ما شاء الله واحد وعشرين سنة مش هنقول صغيرين قلقنا وجهنا 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 حاول يعني جهنا اه حاول اه بقدر ايمكنيات وجهنا عنده ثلاثة عدلات وثلاثتاشر هزيمة وست انتصارات هنا بلقوم على الشناوي رجع الاوفر ده تاني حمد الشناوي حارس مرمى مصر اقول اطلع وخلص اطلع وخلص اوفر حيل وسهل وجميل اطلع شناوي يخدها وابدأ هجمة واشتغل احني سهلة الامر بسيط انه برضو بتبدأ ترجع تعمل هجمة تاني بدون بدون داعي لكن والله كتر الف خيرهم برضو اوفر تاني يعني ايه في ايه يعني ما افرش قليلة لفرقة بص حضرات كل ولد هنا لف وراح داخل جهة الثمانتاشر وراح شايت شنها وقف بشكل كويس انقاذها وولولا ان علي معلول عمل التخطية كانت تبقى مشكلة فما ما تحسش يعني يعني النادي الاهلي كان اهم من ما يميزه الروح الاسرار على الفرصة العض بالنواجز ده مش موجود وده اللي قاله جمهور النادي الاهلي يعني ده اللي مخوف جمهور النادي الاهلي تماما بص الراجل واقف مستني والراجل بيطع الكرة من قدامه والعبه لو لو بوش رجله جون لو حطه ببطن رجله جامد جون يعني حاجات غريبة جدا يعني اه صحيح لازم يبقى في فريق منافس ولازم يهاجم ولازم يبقى في فرص يبقى في تعديد وكل حاجة لكنه يعني مش ما تفهمش يعني يعني ده مش مش روح النادي الاهلي مش شكل النادي الاهلي يعني مثلا بتكلم عليا ايام ما كنت لعيب يعني لما كان بقى الفرق بيننا وبين المنافس خمس ست سبع تمن عشر نقاط نقول حنجيبهم دلوقات ازا ما كانش للفرق بين الاهلي وبين الاهلي عشرين نقطة الناس قولك مش هنكسب مش هنكسب الدور العام يعني اشتركوا في القناة